موسيقى مساء الخير برحف فيكن مشاهدين او ما كنتوا عم تتابعونا وعلى الموعد وبرنامج صحة وحياة اليوم رح نهتم بصحة الفم والأسنان يلي يعتبروا هيك العنوان الأبرز بوجهنا فلذلك طبعا كمان قلة اهتمامنا فيهم بتودي لمشاكل كتير كبيرة نحن نتفادع ده الشيء بحلقة اليوم ونعرف كيف نهتم بصحة فمنا وأسناننا رح فيكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا بكلفة أنحاء العالم وأكيد بذكركم تقدروا تتواصلوا معنا عبر الأرقام رح تمر أمامكم على الشاشة اسمحولي رحب بضيفتي اليوم بالستوديو دكتور حنان عبدالله أهلا وسهلا فيك دكتور حنان حضرتك أخصائية في صحة الفم والأسنان موجودة معنا اليوم من عيادات دكتور مايكل أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يعني لما نقول فم وأسنان يمكن كلمتين صغار بس مشاكلهم كتيري وطرق الاهتمام أيضا ويعني تعددها كمان كتيري خلينا نبتد بالمشاكل أنا بدنا نحلها إن شاء الله اليوم إن شاء الله شو أكتر المشاكل اللي ممكن تواجه الفم أو صحة الفم والأسنان؟ بصراحة في نسبة كبيرة متواجدة في المشاكل الأسنان واللثة هي تسوس الأسنان واللثة هذه أكبر مشاكل موجودة في المجتمع العربي وفي العالم تقريبا نعم فهذه المشاكلها طبعا عدم الاهتمام بصحة الفم والأسنان تراكم البكتيريا الموجودة في الفم التسوس التسوس بس في أشخاص بقولك أنه نحن كتير بهتم بصحة أسنان يعني في عوامة ثانية لأنه نسبة كبيرة بالعالم يعني من 90% إلى 95% بكل أنحاء العالم تعاني من التسوس فعلا التسوس عدم الاهتمام بالطريقة الصحيحة يعني في كثير يقول من الماضي يقول نحن بننظف أسنان مرتين في اليوم أو ثلاث مرات في اليوم ولسا عندي تسوس الطريقة تكون غير صحيحة بتنظيف الأسنان وفي نقطة ثانية الغذاء عامل مهم جدا سكريات مشروبات الغازية هذه كلها تأثر بصحة الأسنان من ناحية التسوس أو في أمراض ثانية بعد نحن نستعرض المشاكل اللي من ضمن التسوس نرجع هيك نحكي تفصيليا كل واحدة أوكي عندك المشكلة الأولى هي تسوس الأسنان تسوس الأسنان زي ما قلنا عدم الاهتمام بصحة الفم والأسنان كذلك أكل الحلويات والسكريات حتى نوع الأكل حتى الحلويات مثلا اللي يكون الستيكي فود الحلويات الماصة اللي تقعد فترة طويلة في الثم أو خاصة عند الأطفال يحبون هالحلويات الفترة هذه تزيد من نسبة التسوس في الأسنان فنحاول قد ما نقدر نعطيهم إذا نضطر إنه نعطيهم من السكريات أول حلاء ممكن شي بسيط اللي ممكن زي تشوكلت أو بسكت يعني هذا الأفضل حتى التشيبس التشيبس من النوع اللي بيلصق على طبقة الأسنان فهذه صعب تفريشها وغالبتهم نعم شي زيوت وأمليح وليك بتحسس نعم الجهون يعني تقعد على الأسنان فترة طويلة وخاصة إنه بعد التنظيف بعد الأكل الحلويات أو التشيبس ما بينظفوا مباشرة فهذا التبب تسوس الأسنان خاصة إذا عم نحكي أطفال بيتناولوا عدة مرات بالنهار طبعا نعم نحاول نغير العادات الغذائية عند الأطفال قد ما نقدر نحاول نقلل من أكل السكريات الجونك فود بشكل عام الأكلات هاي مشكلة العصر اليوم كبار وصغار دكتور نعمل عليها كنترول إذا إحنا من جد بغينا نعمل عليها كنترول لأنه حتى صارت حتى المشروبات الحامضة تأثر على الأسنان زي عصير برتقال مثلا أعتقدوا أنه مثلا أوكي هو العصير برتقال مفيد للصحة بس نحاول نقلل من الحمضيات أو المفروض إحنا ما نفرج أسناننا بعد شرب أو العصير لأنها تعتبر حامض لأنها تكون نسبة الحموضة عالية في الفم ففي هذه الفترة يعني تنصح هون أنه يتم بعد تناول هيدي المشروبات أو هالوشبات الأقل نص ساعة بعد نص ساعة يتم تنظيف الأسنان تنظيف الأسنان يعني لأنه هذا بتأثر لأن تكون نسبة الحموضة عالية فتكون ضعف الأسنان في هذه الفترة عالية فإحنا بنوضع في السن أكثر أن تفرج الأسنان مباشرة بعد الحمضيات ومترجى الأشخاص اللي فعلا فيه أشخاص عندهم هيدا إذا صح التعبير يعني سمانية هواس بتنظيف الأسنان أنه كل ما يأكلوا وجبة بغض نظر شو كانت سناك أو حتى وجبة أو شربوا عصير بتلاقيهم شوي بنافق أسنان وحتى فيه عادات كثيرة أنه يفرجوا الأسنان بعد الأفطار وفي الأفطار غالبا عصير برتقال كثير من الناس يحب يشوفوا العصير برتقال في الأفطار فهذه كثير ضرر على الأسنان إذا إحنا بنفرج الأسنان مباشرة بعد شرب العصير برتقال أو أي حمضية بشكل عام نعم طب بالنسبة للأطفال كيف فينا أنا مثلا أنه عود الطفل كل ما أكل شيء طبعا لما نبتدي من الأهل أنه بيعطوهم هيدا المأكلات بأوقات معينة مش كل يوم أو كذا مرة بالنهار أو أكثر مرة كيف الأطفال فينا كل شوي أو مرتين لثلاثين نظفهم أسنانهم يعني بيتحمل فم الطفل تنظيف أكثر من مرة بالنهار؟ إحنا بننصح يعني أقل شيء مرتين في اليوم مرتين إلى ثات مرات إنه ما يكون بعد بزيادة مرتين كافية إذا كان في النهار وفي الليل في الليل طبعا مهم جدا أنه كان الطفل ماكل أو حتى الشخص أي شخص تكون ماكل طول اليوم أنواع مختلفة من الأكل فإذا ما فرج أسنانها في الليل فهل فترة النوم تكون غدرة اللعاب تقل فتزيد النشاط البكتيريا في الفم فهذه الفترة مهمة جدا أنه ننظف الأسنان قبل النوم فنستخدم خيط الأسنان فرشة مثلا حتى الخيط مثلا ننصح الأقل مرة واحدة في اليوم وهي تكون قبل النوم لأنه هذه الفترة مهمة جدا أنه ننظف الأسنان قبل لأشخاص مستحيل يقدروا يتقبلوا الخيط يعني أنا من الأشخاص اللي إذا بيستخدم الخيط لتنظيف الأسنان شربنا شفنا يعني أطبة وهيكي ما في مشكلة بس نو ينزيف للفي ما بتحمله وصعب يعني بحسما بعده أسناني كتير بتلمع هذي السؤال كثير يجيني من المرضى بصراحة لأنه يقول خلص أنا بس أفرج أسناني أو أستخدم الخيط استعطي دار خليت في الشيط السنين ليل نهار بس ما تليل الخير بس خيط الأسنان إذا اللثة بتنزف معنى أنه عندك التهاب شفت الطبيب طبعا ما في شيء فلا نزيف اللثة بحد ذاتها معنى أنه عندك التهاب في اللثة فضروري أن تستمري باستخدام خيط الأسنان والفرشة لأن الفرشة ما بتوصل لمناطق الضيقة الموجودة ما بين الأسنان ما بتوصلها فهذا ضروري عشان كده نستخدم الخير كبير الألم لو ما في شيء نزيف الألم اللي بيستير بين الأسنان الألم تكون فترة بداية يعني حتى الألم المفوض ما يكون فيه ألم الطريقة الصحيحة في استخدام خيط الأسنان ما بسبب ألم عشان كده احنا مثلا شكل جانبي بتدخل الخيط بين الأسنان يا بدخلها حتى فيه أنواع في استخدام الخيط الخيط الشمعي بيساعد أنه تدخل الفرشة بسهولة أقصد الخيط بسهولة ما بين الأسنان فهذا بتساعد أنه ما بتسبب ألم أنتي ما بتدخليها بقوة فإحنا بنعلم المريض الطريقة الصحيحة في استخدام خيط الأسنان لأنه مهم جداً لأنه إذا كنت استخدمتي بعنف معناها أنت بتجرح اللثة وبتسبب ألم وإذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة أنك تلف في حول السن بس على السن وتنزل شوي تحت اللثة هذا الطريقة الصحيحة ما بتحسي فيها ألم طيب إذن التسوس أهم أو أكثر مشاكل شيوعاً بصحة الطن والأسنان وبعدها طبعاً التهابات اللثة والالتهابات اللثة مشاكلها تكون بسبب البكتيريا عدم الاهتمام بشكل كبير في عوامل أخرى عوامل هومونية في عوامل كثيرة بس السببها الرئيسي هو تجمع البكتيريا على طبقة الأسنان وتحت اللثة فإذا إحنا ما نظفنا بطريقة صحيحة أن الفرشاة زي ما قلت من بداية أن الفرشاة ما بتنظف في أماكن معينة زوايا معينة في الأسنان وبا بين الأسنان فهذه المنطقة تتجمع البكتيريا ونسميها البلاك لفترة طويلة فتبدأ بعد يومين ثلاثة أيام تتكلس هذه البكتيريا والبلاك وتسبب التهابات والالتهابات هذه ممكن تطور تصير تآكل في أنسجة اللثة بيصير الجير بيصير الجير بيصير الجير فهذه المرحلة اللي بعدها تصير تجمع الجير وتكون خلاص تطلبت البكتيريا وهذا الجير بسبب تآكل لأنسجة اللثة الموجودة حول الأسنان وهذا الجير إذا زارت فترة المدة على الأسنان تنزل حتى على العظم الحول الأسنان الانسجة الداعمة الانسجة الداعمة الانحصار اللثة فهذه الانحصارات اللي تصير بسبب البكتيريا الموجودة تبدأ تتآكل على اللثة والأنسجة الداعمة للأسنان فتنزل نزول تدريجي لفترة طويلة المريض مثلاً ليس متعود لتنظيف أسنان كل 6 أشهر فيجي بعد ثالث سنوات أربع سنوات مرات 10 سنوات صار عندي الحصار في اللثة والسبب هذا الجير الجيل كل ما يبني أكثر وأكثر وتصير حجمة أكثر وتغطي الأسنان واللثة فيصير هذا التآكل لسبب مشاكل لللثة نعم رح نشوف فيديو بيشرح لنا كمان عن مشاكل صحة الفم والأسنان دكتور مسمع منك تعليق عليه إذن إلى الفيديو تفضلي دكتور طبعاً هنا قاعدين نشرح دور أخصائية صحة الفم والأسنان الأخصائية لها دور كبير إنه كيف تعالج الاتهابات اللثوية تشوف مدى انحصار العظم والأنسجة الموجودة حول الأسنان بعد الكشف نحاول نقيس حجم الجيوب الموجودة مرات تكون جيوب ما بين السن واللثة هذا الجيب تجمع فيه البكتيريا فصارت زي تلف ما بين المفوط تكون اللثة بيظهر بيظهر عند الأخصائية لما كان عندي الأداة البداية إنه تظهر عندنا القياسات نقيس عمق الجيب الموجود ما بين اللثة والأسنان لا في هذه المرحلة نشرح للمريض نقول له إنه عندك مثلا فيه جيوب في هذه المنطقة لازم تنتبه أكثر فخصائية تحت الفم هي مدربة إنها تشيل هذه التكلسات الجيرية الموجودة على أسطح الأسنان واللثة ومرات إذا كان خاصة المريض فترة طويلة ما كان يساوي بشكل منتظم أو دوري تنظيف الأسنان نطلب جرسات للتنظيف في التنظيف الحميق نسميه تنظيف العقل ديب سكيلينج في هذه الفترة نعمل نشيلة تكلسات الجيرية عندنا هذه الأداء المانول نشيلة الأداء تكلسات الجيرية تحت اللثة لأنه مرات تجمع الجير تحت اللثة لأنه قاعد سبب تلف وتمزق للأنسجة اللثة تكون مفوتة تكون ملاصقة مع الأسنان بس لما تدخل عليها البكتيريا بده وقت ليصل لا يكون سميك الجير لحتى يؤدي لها المشاكل ستة شهور من ستة شهور تبقى تتكلس وعشان كنا نقول ضروري أن المريض يزور كل ستة شهور عشان يعمل تنظيف هذا الفترة تكون كافية تبقى تتكلس إذا ما استخدم بطريقة صحية في تنظيف الأسنان تبقى تتكلس الجير في خلال ستة شهور فهنا تكون عندنا أدوات خاصة نشيل كل التكلسات الموجودة تحت أنسجة اللثة وفي الأخير طبعا نعمل تلميع للأسنان ونعمل سطح الأسنان عشان ما تسهل بسهولة تتجمع فيها البكتيريا مرة ثانية خاصة الأشخاص ممكن اللي كتير يشربوا كافي وشاي والمدخنين بيحتاجوا كتير ممكن اهتمام زيد عن الشخص العادي احنا في حالات تجينا في العيادة نحدد احنا المريض نقول انت تحتاج كل ثلاثة شهور انت تحتاج كل أربعة شهور على حسب مشاكل الموجودة عند المريض يعني في مرضى عندهم كثير من مثلا زرعات الأسنان او الفينيرز هذه كلها تحتاج اهتمام اكثر تركيبات جسور كل هذه تجمع فيها البكتيريا اكثر خاصة اذا المريض مهتم في البيت بكل الأدوات العناية بالصحة الفموية في هذه المراحل نقول المريض تهال كل أربعة شهور يبيلك متابعة عشان ما يصير عنده مشاكل اكثر للثة في الهالات العادية الناس اللي تهتم بالأسنان بصحفة وما ينصحهم بصراحة كل ستة شهور نعم طب الأشخاص اللي عاملين فينير او اللي عاملين هوليوود سمايل او شو ما عاملين انهم هم حاطين طبقه على أسنانهم هيدول الأشخاص اللي هن عناية مختلفة عن العناية الدورية للأشخاص اللي مش هعملين أسنانهم احنا بس عشان نتأكد انه اللثة سليمة وما عندها أي مشاكل ننصح انه يجون كل أربعة شهور على الأقل نتأكد انه ما فيه تجمعات بكتيرية ما بين الأسنان في كثير من مواطنين يقولوا ما نقدر نستخدم خيط الأسنان ما نقدر يعني أشرحهم كثير بس سل ما يحب يستخدم خيط الأسنان فهذه الحالات احنا ننصح بصراحة انه يجون كل أربعة شهور عشان ما تتراكم عندهم المشاكل هني هني عرضة أكتر لأنه يتراكم بكتيريا بين السن والفينير هي تقريبا اذا الفينير طبقه بشكل صحيح ما تكون عرضة أكثر بس هو بالنسبة للمريض المريض مثلا يقول انه خايف يخدش الأسنان خايف يخرب الفينير خايف انه تكون فيه فاتح انت كثير من المرضى لا استخدم الخيط بيفتح ما بين الأسنان هي ما بتضر بس لازم الاهتمام بالصحة فموية في المنزل فإذا ما احتم أكيد بتصير عندها مشاكل التهاب في اللثة ومشاكل ثانية ضروري انه يزور أخصائية صحة فموية عشان يتجنب هذه المشاكل الموجودة على الأسنان عندي سؤال خارجي شوية على الموضوع ليك الأطب الأسنان بيحبوا يسألوا المريض وهو تحت إيدهم؟ كيف بجاوب؟ يعني بلغوزها يعني بيطلع على بينهم السؤال بجاوب يعني نفهم يعني خلاص تعودنا فصلنا بنفهم الإشارة نعم غير التثوس والتهاب الشو المشاكل اللي ممكن يعاني منها أيضا الإنسان بفمه وسنينه؟ في مشاكل تعتبر حين مشكلة عصرية هو الحمد الحمولي التأكل حمضي في مشكلة ثانية هي مشكلة تعتبر عصرية هو التأكل الحمضي للأسنان وهذا بسبب اللايف ستايل حاليا يعني كثير يحبوا الصوفت رينك مشروبات العصائر كثير حط الأطفال في المدارس يحب يعطوهم العصائر هذه كلها أسدك حوامض هذه الحمضيات بتسبب تأكل للأسنان وخاصة إذا إحنا فرشنا بعد شرب العصير مباشرة طيب شو بدون يعطو للطفل؟ يعني طفل يعني إذا بتلاحظي فعلا أنه بعيدا هلأ إيمكن بيط للك أي نصيحة لأنه أو بد يكون فقلكون دور بمجال التوعية للمدارس لأنه مينموم الطفل بالنهار إذا بيشرب بالبيت وبالمدرسة عصير نحاول جد ما نقدر إحنا نقلل إحنا بصراحة نقول حتى للطفل نعوده أن يشرب ماء بعد الأكل قبل الأكل ماء يعني ما نحود الطفل على عادة إذائية أنه يكون عصائر يعني كل عصائر الطبيعية الفرنش ممكن يشربها مرة في اليوم بس مو أكثر من مرة مو مع كل وجبة عشان ما تسبب له هذه المشاكل للأسنان يلاحظوا حتى بعض الناس بيلاحظوا في شفافية في الأسنان هذا هو التأكل الحمضي وخاصة في الأسنان الأمامية وإذا ما قدرنا ممكن المصاص بيساعد يعني يقلل من هالمشكلة أنه حتى لو بيشربوا العصائر يشربوا بالمصاص لأنه تتجنب توصل ما تلامس الأسنان الأمامية بس استل إنها بتقلل للتأكل الحمضي وممكن بحض شرب الحمضيات عشان نعادل الحموضة موجودة في الفم ممكن العلك يساعد طبعا فري شوغر من غير سكر الحوامر مثل مو الحوامر الموالح أكثر ياكل جبن هذه تساعد إنه نعادل الحموضة موجودة في الفم نعم رح نشوف فيديو كمان عن تنظيف الأسنان والمشاكل اللي بتنتج عنه كمان إلى الفيديو تفضلي دكتور ناخذك منك تعليق هنا طبعا هنا بنعود بداية إنه تعود الطفل نعود الأطفال على صح كيف فرشوا الأسنان طبعا الأب والأم قدام الطفل مباشرة طبعا هنا بيبين مشاكل انحصارات اللثة بالأشعة يبان عندنا حجم الانحصار في العظم الدعم للأسنان طبعا كل ما زاد عندنا الانحصارات في العظم نخسر الأسنان فكثير ما يتوقعون أنه خسارة الأسنان فقط بالتسوس الأسنان التسوس مو التسوس الوحيد اللي يسبب خسارة الأسنان حتى اللثة إذا ضعفت عندنا اللثة إذا زادت البكتيريا تآكل العظم حول أنسجة الأسنان ما رح يكون فيه دعام الأسنان حماية وحماية وداعم الأسنان فهذه العظم حول الأسنان هي الداعم القوي للأسنان فهنا نخسر نشوف نهادة حالات لانحصار الحصار اللثة يعني في البداية نشوف حالة كان فيه العظم العظم تنحصر عندنا بشكل كبير فعندنا هنا الفيديو مثلا الجهة الثانية كان بيّن فيها التحاب احمرار في اللثة طبعا كيف نعف أنه فيه التحاب عن طريق احمرار اللثة نزيف اللثة طبعا كلها دلائل أنه فيه التحاب في اللثة اللثة المفوف تكون لونها وقوية وشادة على الأسنان هون عم نشوف مثلا هايك السليم للفرق هذه الأسنان واللثة السليمة مفوف يكون لونها وتكون شادة على الأسنان والفيديو اللي قبل الصورة اللي قبل كان فيه التحابات لثة طبعا يكون فيه احمرار وانحصارات شكل اللثة تتغير نعم طيب إذن المسبب الأكبر لخسارة الأسنان هو التسوس التسوس إذا يعني اتبعنا أسلوب تنظيف للأسنان وغذائية سليم ممكن نخفف منه هيدا على الصعيد الشخصي الفرد كيف يتاني في حاله هذه عادات إذا احنا مثلا عادات صحية غذائية كل هذه كسة الشهور وزيارة طبيب أسنان على الأقل مرة في السنة عشان نتأكد أنه ما فيه أي مشاكل نعمل وقايا ونحمي أسناننا من التسوس هي الوقايا سهلة إذا اتبعنا تعليمات بسيطة تفريش الأسنان استخدام خيط الأسنان زيارة دورية لطبيب الأسنان تنظيف كسة الشهور هذه كل العوامل تساعد في الحماية أسنان وعندنا هنا طرق بين الفيديو طريقة تنظيف الأسنان الطريقة الصحيحة أنه المفروض نعمل حركة دائرية شوي وننزل لتحد من اللثة لازم فرشات لامس اللثة ومن بره ومن جوه في كثير من الناس بس تركز على الأسنان الأمامية بس ينسوا أو حتى بأخر الفك ما بيكون الحركة من جانب بس من تكون في حركة على سطح الأسنان تكون حركة يعني ضروري أنه نطلع البكتيريا البرا يعني من فوق لتحت أو إذا كان أسنان السفلة من تحت لفوق هذه تاعد نحن نشيل البكتيريا وطبغة البكتيريا الموجودة على سطح الأسنان واللثة هنا الفيديو طبعا بيساعد استخدمنا هذه الحبوب الجل يساعد على تبين نسبة البكتيريا الموجودة على الأسنان فهذا الحبوب زي العلك يمضغ الطفل فيبان عندنا نسبة البكتيريا الموجودة في الفم بالتفريش نقدر نشيل كلها البكتيريا نتأكد أنه كل طبغة البكتيريا بكتيريا إن شاء الله إن شاء الله نعم بالنسبة للتسوس يعني لنختم موضوع مشاكل صحية الفم والأسنان طبعا من لما يكون فيه تسوس بتم بداية أنه إزالة هذا التسوس وحش الأسنان صح؟ هذا علاج التسوس نعم طبعا هذا يكون على مراحل يعني على حسب عمق التسوس الموجود مشكلة التسوس ما يبان إلا بالنسبة للفرد إلا ذا حسب علم يعني وصل لمرحل المتأخرة نعم 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 عياد الأسنان فما يزوروا زياد الأسنان إلا عند إحساس بالألم هنا خلاص كان الوقت متأخر ويحتاج إلى ممكن علاج العصب أو مشاكل كثيرة طبعا لما يكون فيه تسوس عند الطفل بيختلف علاج وما يكون عند البالغ؟ هي مراحل زي ما قلت هي نفس الشيء مراحل تدور التسوس تختلف من شخص لآخر من طفل لشخص البالغ كلها مراحل مختلفة فبداياتها تكون على الإنامل اللي هي طبقة المينة هذه المنطقة صلبة إذا تجمع فيها البكتيريا الفترة طويلة تسبب السوس التسوس وهذا التسوس طبعا يبدأ ينتقل لمرحلة طبقات أعمق للأسنان فعندها طبقة المينة والدنتين إلى العاج والعصب فهذه المرحلة اللي يحس فيها المريض نعم وبالنسبة للتهابات اللثة بيكون يعني علاجة دوائي؟ التهابات اللثة أنا دائما أقول للمريض لازم اعتمد على حاله يعني المحافظة بالصحة الفموية المنزلية مهم جدا للحفاظ بالتهابات اللثة لأنه علاجها سهل إذا مو موجود البكتيريا أو البقايا البكتيريا على الأسنان اللثة سليمة فنقدر نعالج اللثة طبعا زيارة بشكل دوري كمان خصائية صاحة الفم بيساعد أنه نحمل اللثة من الالتهاب لأنه كلما تكلس نسبة بسيطة لأنه حتى لو احنا اهتمينا تكون في تجمعات بسيطة على الأسنان نحن نقدر نشيلها خلال زيارة صاحة الفم والأسنان نعم طب يعني من التساوس سألتها بيت اللثة شو ممكن بعد يكون الشخص يكون معرض إذا كان عم يهم الأسنان ولا مشاكل أخرى في مشاكل ثانية في ناس يكن عندهم هوس النظافة هذا الهوس النظافة بسبب مشاكل الأسنان طريقة صحيحة مثلا نوع الفرشان دائما نقول فرشان ناعمة هي الأنسب للأسنان دائما ناعمة المتوسطة والخشنة هي بتضر طبقة المينة فكثير من الناس يعتقدوا أن الفرشان المتوسطة والخشنة هي بتنظف الأسنان وهذه المعلومة خاطئة هي الطريقة الصحيحة هي اللي بتنظف الأسنان الفرشان المتوسطة أو الخشنة بتسبب خدوش لطبقة الأسنان بسبب تآكل للمينة فيصير عندنا تآكل كبير لذلك نحن نشوف الطبقة الثانية بعد طبقة المينة مع أنه طبقة المينة هي قوية جدا طبقة الدنتين أو العاج لونها أصفر فيبان عندنا في العيادة لما نشوف الأسنان وصلت لهذه المرحلة أنه خلص بسبب الفرشاة بسبب الاحتكاك الكثير فهنا طبعا لازم نشرح للمريض طريقة صحيحة لتفريج الأسنان طريقة صحيحة مثل ما شفناها هلأ بالفيديو صحيح وممكن نعمل كمان حركة دائرية ما بين اللثة والأسنان فلما تكون الفرشاة ناعمة يحس فيها المريض على اللثة يعني ينظف شوي على اللثة ما بتأذي شوي ما بين اللثة والأسنان ويطلع لبرة بشيل كل البكتيريا الموجودة هل الفرشاة الإلكترونية اللي هي بتكون بتاعة الحركات الدائرية مفيدة أكتر الإلكترونية مناسبة فعلا الإلكترونية كمان كثير يعني بتشيل طبقة بكتيريا بشكل كبير لأنه خلاص احنا معتمدين كل الحركة والقوة على الفرشاة الكهربائية فما يحتاج الشخص أنه يستخدم أي حركة زيادة على الفرشاة بس كمان لازم الناس يتبهوا لها أنه الفرشاة الكهربائية إذا بتستخدمها لازم يستخدمها بحضر يعني أنه ما يزيد عليها أي ضغط أو حركة دائرية أو ما يحتاج أي تكنيك لتنظيف الأسنان لأنه هي الفرشاة بتأدي الدور كامل فهو بس تمرير على الأسنان كل سن تقريبا ثانيتين كافي أنه تنظف الأسنان كاملة وكذا بيقل نسبة كبيرة من البكتيريا أو طبقة البلاك الموجودة على الأسنان فهي كثير كويسة إذا استخدمنا فرشاة ناعمة يكون راسب فرشاة صغيرة طبعا مع زيادة أخصائية صحة الفم الأخصائية بتساعد المريض اللي تناسب مع الحالة نوع الفرشاة المفوضة استخدمها نوع الخيط الأسنان المفوضة استخدمها في أدوات غير كثيرة زي فرشاة ما بين الأسنان ما بين الأسنان هذي فرشاة عنا للفرشاة الأساسية أو الفرشاة الكهربائية وفرشاة عادية، فرشاة الكهربائية وخالت الأسنان وفي نسبة فرشاة ما بين الأسنان يعني الواحد إذا استخدم لو يستخدم الخيط الأسنان بشكل جيد ممكن يستخدم لو يستخدم الخيط الأسنان ممكن يستخدم فرشان ما بين الأسنان فهنا نساعد المريض الأنسب له الأريح له فرشان الصغيرة هذي تساعد إذا كان فيه مسافة بسيطة ما بين الأسنان وهي تيجي على مقاسات كثيرة فهنا نساعد المريض لما يجي عند الأخصائية يزور أخصائية تحدي الفم نساعده يختار أفضل نوع فرشان ما بين الأسنان لأنه فيها مقاسات كثيرة وكل شخص لها لنقول مثلا شخص عادي فيت على صيدلية ويشتري فرشات أسنان بده ياخد بعين الاعتبار شو؟ أي مقاس تعرفي مشكلة الناس سعلا المشكلة في الماركت في السوق في خيارات كثيرة لأنواع الفرشات الأسنان والمعجون وأنواع كثيرة بصراحة توها الشخص فعشان كده ننصح إذا زار المريض أخصائي صحة الفم بيساعد الحل كل هذه المشكلة نوع الفرشات الأسنان مقاسات الفرشات بتأثر على صحة طبعا لأنه إذا كانت الفرشات مثلا كبيرة راس الفرشات كبير فمعناه أنه يمنعنا نوصل للأسنان الخلفية لأنه عندنا الأسنان اللي داخل تكون ضيقة بسبب العضل الموجود حق الخد فهنا تصعب علينا نوصل للأسنان الخلفية وتكون الأسنان هذه مهملة فننصح استخدام فرشة يكون راسها صغير عشان نوصل للأسنان الخلفية وما نهملها المنطقة وما يصير فيها التهابات ومشاكل للأسنان فهذا بيساعد بشكل كبير كمان شكل الأسنان يختلف من شخص لآخر في ناس أسنانهم تكون فيه مسافات كبيرة ما بين الأسنان فيه مسافات ضيقة جدا ما نقدر ندخل حتى الفرشات ما بين الأسنان إذا كانت فيه مسافة كبيرة أو مثلا المريض عنده مثلا جسور تركيبات كل هذا تساعد أن الفرشات ما بين الأسنان تنظف تحت الجسور والمقاصات تختلف على حسب مثلا إذا انحصار العظم اللي عنده المشاكل الموجودة ما بين اللتها والأسنان فإحنا في العيادة لما يجينا المريض يكون عندنا أدوات كل أدوات سحق الخمس وجودة وتشوفوا نوع الأسنان ونجرب إحنا في العيادة ونجرب المقاصات في العيادة بس لما بتم مثلا تصنيع فرشات الأسنان وتسويقها مثال بسيط كأي شخص عادي بفوت على صد التشري فرشة الأسنان ما في هذه المعايير أو هذه الإرشادات لأنه بس هذا سوق يعني يعني الإنسان بيقدر يهوي يفيد رماله مثلا إذا هلأ مرحن الطبيب هل بيقدر عبر النات يخد نتيجي حتى من النات يعني ما يقدر الواحد يأخذ معلومات يعني طبعا الزيارة الدورية بتساعدها بشكل كبير أنه يعرف أكثر يعرف أكثر يعرف عن حالتها أكثر فضروري لكل إنسان يحتاج يزور طبيب الأسنان وأخذ الصائص حتى فيها بشكل دوري الأقل إذا أخذ المعلومات في البداية وعرف الأدوات اللي هي المناسبة له يقدر يستمر عليها على طول يعني هي جلسة بيأخذها من الأخصائي معلومات يستفيد منها يستمر عليها روتين حياته بشكل طبيعي طب هلأ الاختيار بالشكل العام فرشية الأسنان بيكون عشوائي أو جرب ماركة معينة أو حجم معين لفرشية الأسنان يرتاح عليها وبيستمر طب اختيار معجون الأسنان كمان على أي معايير يعني كمان الماركة في كثير مثلا عشان يفقوا بس الوايتنينج يستخدموا معجون الطبيض أنا على حسب في بعض الوايتنينج فيها حبيبات صغيرة هذه الحبيبات تعمل خدش للإنامل من فترة بيسيدلية عم بيسألوا للصيدلي أنه بيقولوا بينصحوا أنه تنوعي كل فترة بتغيري معجون الأسنان فعم بسأل أنا هيكي وبتعرفي بتصيري تشوفي أشية جديدة وتقري قامنا صحني بمعجون الأسنان بيبيض بطريقة أنه كتير قوية يعني بأقل من أسبوع بستشيدة بس شو ختمها شكله يمكن هيكي قال حرام نأزيها قال لي بس هذا بيأزي الأسنان رغبنا رغبنا في أخر شيء تاني قال ليه بيأزي الأسنان قال ليه كتير وبيأزي هلا إذا فيكي تفدينا ليه ممكن يأزوا المعجون الخاص بيطبيض الأسنان وما بقى أخدته طبعا ما نأزي اسماتنا طبعا كويس مشكلة المعجون تبيض الأسنان تركيباتها بتختلف ففي تركيبات مواجهين الأسنان تكون فيها حبيبات حبيبات هذه تكون في حبيبات ناعمة متوسطة خشنة فكل ما كانت خشنة بتبيض الأسنان بس إحنا شو نتسوي أسام تأذي نذي مولثة الأسنان بعد حينا نشيل طبقة الأسنان نشيل طبقة المينة الطبقة المينة هذه طبقة مهمة جدا كأنه تقشير تقشير فإحنا هذه بتشيل الاحتكاك الاحتكاك هذا بتشيل طبقة المينة المينة مهم جدا للأسنان إنها تقوي الأسنان تحمي الأسنان الأنسجة الداخلية للسن تحميها من عوامل كثيرة فإحنا بهذه المعاجين نضر السن ونحاول ونشيل الطبقة المهمة للأسنان فبعدين مع الفترة الاستخدامها الفترة طويلة لتسبب حساسية للأسنان لأنه شن طبقة المينة بعد المينة يكون فيه طبقة العاج العاج هو مرن أكثر وصوفت فهو بيصيروا يحسوا أنه يلمعوا الأسنان بسبب مشاكل فهذه مشاكلها كثيرة فأنا أنصح بصراحة حتى لو بيأخذ معجون أسنان يكون تحت إشراف طبي يعني معجينة طبيض إذا خذها بإشراف طبي تكون مدروسة تكون عملها كيميائي أكثر من أن يكون يعني فيزيكي لك بنفس اللحظة أو خدوش فهذه تكون ضررها أقل الأسنان المعاجين بشكل عام رح نرشه مايك دكتور نحكي عن المعاجين بشكل عام مش اللي إطعنا بالطبيط فقط وأيضا عن غسول الفام اللي هو كمان بيكون مثل المطهر نحكي بهذا الموضوع بعد الفاصل خليكم معنا مشاهد عودة معكم مشاهدينا برحب فيكم عن جديد وأنا استكمل صحة وحياة للليلي وموضوعنا اليوم عن صحة الفم والأسنان برحب فيكم وبرحب بضيفتنا دكتور حنان عبدالله حضرتك أخصائية في صحة الفم والأسنان أهلا وسهلا فيك قبل الفاصل كنا عم نحكي عن كيف ممكن يعني لأن العناية بصحة الفم والأسنان بتبتدي عناية فردية وشخصية من البيت يعني الشخص شو بده يختار أحكينا أنه في مقاسات معينة حسب الأسنان ومساحة الفم من داخل لفرشات الأسنان فرشات ما بين الأسنان وفرشات ما بين الأسنان وفي نقطة كما ما ذكرتها هي تنظيف اللسان تنظيف اللسان كمان نقطة كتير مهمة كتير مهمة لأنه في كثير من الناس يعانون بمشاكل رائحة الفم وطبعا في ملايين من البكتيرا موجودة في الفم وفي من نسبة كبيرة منها تقال على عادة أسباب من أسبابها من أسبابها أنها هي اللسان عدم تنظيف اللسان عدم تنظيف اللسان أنا تجمع فيها البكتيريا وتقال على اللسان في أدوات خاصة لتنظيف اللسان في السكرابر اللي هو في أداة خاصة نوريها للمريض تشيل تلقحت اللسان تشيل البكتيريا الموجودة خاصة في الجزء الخلفي للأسنان هي صعبة شوي نحن ممكن نوصلها بس المريض اللي تعود عليه يكون سهل أنه يزيل هذه البكتيريا موجودة على طبقة اللسان في بعضهم يستخدمون الفرشاة الفرشاة ممكن تساعد بس الأفضل أن يستخدم هذه الأداة لأنها بتشيل وبيشوف الطبقة البيضة اللي بتطلع من اللسان هون بتساعد كنظافة وكرائحة بتساعد نظافة ورائحة للفم نعم دكتور كمان كنا عم نحكي كيف ممكن نختار معجون الأسنان المناسب لأسناننا حكينا عن معجون طبيض لأسنان الأحديدة نحن نحكي عن المعجون بشكل عام بشكل عام نصيحتي أنه المعاجين يكون فيها نسبة فلورايد بشي نسبة يعني بتتراوح بتعرف في منافسة شديدة هي تكون مرخصة من منظمة الصحة الأمريكية غالبا هي تكون كويسة غالبا في الماركت الموجودة المعاجين المعروفة هي كويسة فمن نصيحة أنه يغير المريض يعني ما يقعد على معجون واحد لفترة طويلة كل كثرة شهور يغير يعني كثرة شهور ممكن يرجع يعني إذا مثلا يحب مثلا ثلاث أنواع من المعاجين على هثاث أنواع يقدر يرجع مرة ثانية نفس المعجون اللي هو يحبه مثلا كل ما خاصت العلبة ممكن يغير معجون ثاني ثالث هو الأفضل أنه يغير شكل دوري يغير فإحنا نسميها سمارت بكتيريا هذه تبدأ تقاوم تتعود على تتعود على هذه فما يكون لها أي معادة فإحنا أهم في المعجون زي ما ذكرت الفلورايد الفلورايد هذه بتتاعد على تقوية الأسنان وغير كذا المعجون يعتبر يعني مو شيء مهم لتنظيف الأسنان كيفية تنظيف الفلورايد هي أهم شيء أهم شيء بتنظيف إليزات البكتيريا لأنه العدو الأساسي للمشاكل الأسنان هو البكتيريا بحنا لازم نزيل هذه البكتيريا الموجودة على الفم والأسنان فعن طريق استخدام الفرشاة في كثير مثلا يقولون أطفال خيط الأسنان وخيط الأسنان هذا كلها تساعد نحن نشيلها بشكل كبير والمعجون بيساعد على تقوية الأسنان مو على تنظيف الأسنان تقوية فهي يعطينا رغوة وانتحاج للفم هذا كلها بتساعد للشخص أكيد طبعا بس أنه المهم الأساسي نحن نزيل البكتيريا الموجودة على الفم والأسنان غسول الفم اللي بيتم تنظيف الفم فيه أو المضمضة أديك من مؤثر بتعقيم الفن أو التخلص من البكتيريا طبعا المضمضة هذا شيء في الأخير يعني فيه بعض النازق وانما فرجع أسنان يفتستخدم الغسول بديل مستحيل يكون بديل لأنه الغسول هو في الأخير زي تعقيم يعني تنظفين وماذا نتشلين نغبره مثلا قاعد تنظفين آخر مرحلة التعقيم فهذه تساعد أنه يعطي نفس طيب بيساعد على تعقيم الفم في الأخير نستخدم الغسول بس طبعا الغسول هذا آخر شيء كما تكد بعد استخدام الفرشاة بعد التنظيف والخيط للفم أو بعد فترة نحن في البداية ننصح ترتيبها أنه يكون في البداية خيط الأسنان لأن الرغاء لما يستخدم الفرشاة يعتقدون أن أسنان نظيفة بيهمل الخيط فالبداية تكون الخيط وبعدين الفرشاة وفي الأخير ممكن يستخدم الغسول بشكل ديريكت ما في مشكلة يكون في وقت بين معجون الأسنان وغسول الأسنان نصح في بعض الغسول أنه نس ساعة عشان يأخذ الفلورايد الموجود على الأسنان نس ساعة وبعدين يستخدم الغسول بعد نس ساعة فحتى يكون حذر يعني ما يكون مثلاً في نسبة كحول على الغسول يبتعد عنها لأنه بتسبب جفاف للفم الأفضل اختيار غسول الفم بدون كحول خالي من الكحول وتكون فيها نسبة فلورايد فلورايد كمان تساعد أكثر أنه تقعد فترة تقوي الأسنان ممكن يستخدم المريض إذا ما أحب الغسول ممكن يستخدم ماي ومالح كثير كويس حق لتها تساعد في تطهير كمان مضمضة كمان مضمضة يستخدمها كمان مضمضة وفي عندنا الغسول من غير كحول الغسول من غير كحول طب نرجع كمان من مشاكل الفم الرئيسية وهي رائحة الفم هل إلى أسباب أخرى غير البكتيريا اللي ممكن تتجمع بالفم وتحديدا على اللسان في أشخاص كتير صاري دكتور بقولوا أنه أنا كتير بيهتم بيهتم بس في المشكلة المريض ما بيعرف حالته بالضبط يعني صحيح أنه بيهتم بس ما يعرف أنه في مشكلة في الأسنان مثلا إذا صار فيه التهاب وهو ما عارف أنه في عنده التهاب في اللثة فاللثة يكون إحمرار وتكون فيها تجمع دم فاسد داخل اللثة هذا الدم فاسد ممكن ما يسبب له ألم ما يسبب له ألم ممكن حتى لأنه ما قاعد يفرج بطريقة صحيحة يمكن اللثة ما يبين عنده أنه يقعد تنزف بس فيه انتفاق وفيه إحمرار انتفاق وإحمرار معناه فيه التهاب في اللثة هذا الالتهاب بيسبب رائحة في الفم ليش؟ لأنه فيه تكون دم فاسد مجتمع داخل اللثة وهذا الدم الفاسد بسبب رائحة للفم ممكن يكون مشاكل صحية أخرى مصالتها بالمريء فيه مشاكل ثانية طبعا أكيد بالنسبة بالنسبة متفاوتة يكون فيه داخل الجسم بس ذكر الدراسات أنه نسبة تقريبا 80 إلى 90% هي من الفم لأنه المشاكل للفم كثيرة وهي بوابة الصحة الفم ففيه مشاكل مثلا تسوز إذا صار فيه عندنا حفرة في السن وصار فيه مشكلة كبيرة في السن تسوز تجمع فيها البكتيريا البكتيريا هذه بتتعفن وبتسبب رائحة إذا محتم فيها وما عالجها أكيد بتسبب فيها مشكلة زي ما ذكرت التهابات اللثة تجمع الدم فاصل بسبب رائحة في الفم تجمع البكتيريا على طبقة اللسان بتسبب مشاكل طيب دكتور بشكل سريع قبل ما نروح لطبيد الأسنين اللي هيكون نعطي حقه كمان هناك أمراض يعاني منها بعض الأشخاص بتكون سبب لا مشاكل بالفم أمراض صحية أمراض صحية طبعا زي ما ذكرت أنه صحة الفم هي بوابة لصحة الجسم لأنه الفم هي تجمع فيها بسهولة ملايين من البكتيريا نطلق الأكل نحن كل يوم نأكل نشرب نقضي يومنا كامل مختلف عرضة كمان لكثير من البكتيريا نعم فكنا عندنا كثير من أنواع البكتيريا مثلا أنواع كثير من الغذاء الأكل سكريات الكربوهيدرات في نوع كثير تجمع داخل الفم وهذه تتشكل إلى بكتيريا والبكتيريا تفرس سموم وهذه السموم بتسبب مشاكل حتى لصحة الجسم في دراسات كثيرة أثبتت أنه علاقة الأمراض الفم بأمراض كثيرة في الجسم كمرض القلب البكتيريا هذه ممكن توصل لأوحية الأوحية القلب فتسبب تصلب تقريبا بيقولوا أنه 25% من مشاكل القلب ممكن تكون ناتجة عن مشاكل الأسنع ممكن يكون لها علاقة تكون هي رابطة يعني أنه ما بين أمراض القلب والفم فكثير ناس اللي عندهم أمراض القلب لازم يهتموا كثير أكثر بصحة الفم لأنه بتسيد من مشاكلها أكثر فلها علاقة كبيرة وما بين البكتيريا الموجودة في الفم مع أمراض القلب وعندنا مشاكل العظام أيضا مشاكل السكري المريض السكري مشاكل كثيرة بصراحة مع الأسنان أن يكون عنده جفاف في الفم الجمع عنده الجيل بشكل أسرع من الإنسان الطبيعي البكتيريا تساعد من زيارة نسبة الإنسولين في الدم البكتيريا موجودة في الفم فالبكتيريا هذه كانت تدخل داخل إذا كانت فيه بيئة صحية في الفم البكتيريا هذه تنتقل داخل أجسامنا بسبب مشاكل ثانية ممكن حتى الولادة يعني هي مطة مركز فقط في داخل الفم هذه البكتيريا تتنقل تتنقل وتأثر على أمراض أورادي الإنسان يعاني منها أو تكون سبب حتى ممكن الولادة مبكرة أيضا الولادة مبكرة مثلا البكتيريا ترسل إشارات مشابهة للولادة الطبيعية فيعتقد الجسم أنه حان وقت الولادة بس هي في الواقع بكتيريا من الفم فصار هنا خلل في إرسال الإشارة للجسم فيصير ولادة مبكرة بسبب بكتيريا في الفم فهذه كثير من الناس ما بيعرفوا هالمعلومات أهمها جديدة أو ممكن مش متداولة يغير متداولة أنه ما في وعي كامل عن صحة الفم ومشاكلها على الأسنان وعلى صحة الجسم يعني ممكن البكتيريا الموجودة بفم الإنسان تعطي إشارات للجسم إذا المرأة حامل بولادة مبكرة يعني هي نفس الإشارات التي تجي في مثلا وتحدث تحدث الولادة المبكرة تحدث ولادة مبكرة بسبب مشاكل الأسنان أو البكتيريا موجودة في الفم والالتهابات الموجودة في الفم وأيضا التهابات اللثة بتسبب مشاكل في كما ذكرت العظام كل هذه تصل داخل الجسم إذن صحة جسمنا ومصحة الفم هذه لازم نحفظك مرتبطة مع بعض نحنا كمان رح نكون مع فاصل دكتور ونتابع معك فاصل قصير مشاهدين خليكوا معنا نتابع معكم مشاهدينا ما تبقى لنا من حلقة الليلة من برنامج صحة وحياة وعن نتناول فيها موضوع اهتمامنا بصحة الفم والأسنان رح يفسيكم عن جديد ومرحب بضيفتنا دكتور حنان عبدالله أخصائية في صحة الفم والأسنان أهلا وسهلا فيك طبيض الأسنان يعني بغض النظر الشخص عنده مشاكل بأسنانه أو ما عنده مشاكل عنده هم بعيد الشر يعني أنه لازم الأسنان تضل ناصعة البيض واليوم كتير من العوامل بتأثر على لون الأسنان فخبرينا أكتر عن طبيض الأسنان في البداية حب أشرح عن أسباب التصبغات اللي تصير على الأسنان طبعا في عوامل كثيرة منها شرب الشاي تدخين القهوة كل هذه بتساعد على تصبغات الأسنان طبعا احنا ممكن نشيل هالتصبغات احنا سميها تصبغات خارجية لأنها عوامل خارجية فممكن احنا نشيل هالتصبغات عن طريق تنظيف الأسنان في هذه الفترة اذا كان طبيعة الأسنان مثلا بيضة ترجع بيضها بعد تنظيف الأسنان احنا بنزيل هالتصبغات الخارجية في حالات تكون عندنا تصبغات داخلية طبيعة السن يكون لونها أصفر يعني بين الطبيعة السن لونه أصفر أو أصفر طبيعة لون الأسنان مو أبيض ومستحيل يتم تبيضه لا ممكن نغيره ممكن نتبيض بالأسنان على حسب درجة اللون الموجود مثل إذا كان فيه إسفرار هذه نقدر نعالج الأسنان عن طريقة تبيض وممكن نعم نعم نكمل رحم تفضل فممكن كمان عن طريق فيه ناس كمان عندهم مشاكل ثانية اللي هي الأسنان يكون فيها إسفرار داخلي بمشاكل ثانية مثلا الأم كان فتاة الحمل تناولت بعض أنواع الأنتي بايوتك هذه ساعدت على إسفرار الأسنان فيكون الإسفرار شديد مايل على اللون الرصاصي هذا اللون ممكن يصعب تبيضه في مشاكل ثانية مثلا نحن نسميها الفلوروسز بسبب زيارة نسبة الفلورايد في بعض المناطق في بعض الدول يكون الماء فيها نسبة عالية من الفلورايد أو أن شخص تعرض لاستهلاك الفلورايد بالنسبة كبيرة جدا داخل الجسم أدت إلى تغيير لون الأسنان وصار فيه تغيير شديد في لون الأسنان يعني يباني أنه لون مايل من الأصفل للبني ممكن يكون بشكل سريع يعني عملية للوقت هنا ما تكون بطيئة تكون بطيئة يعني تكون أنه مثلا أثناء الطفل إذا استهلك هذه الفترة أثناء نمو الأسنان فترة الطفولة فتظهر نتائجها اسفرار اسفرار فيه تقنيات كثيرة لتبييض الأسنان من ضمنها اللي هو في العيادة اللي نسميها أوفيس وايتنينج نستخدم فيها لتبييض الزوم أو فيه أنواع كثيرة اللي هي الليزر أو الضوء الآمن فنستخدم تكون جلسة تقريبا لمدة ساعة لتبييض الأسنان فيجي المريض للعيادة بعد تنظيف الأسنان نستخدم جل خاص نغطي فيها اللثة وبعد ما نغطي اللثة ونحط الجل على الأسنان ونعرض على ضوء الآمن أو ضوء الليزر تقريبا لمدة ما بين يتراوح ما بين 45 دقيقة إلى ساعة قدي بترجع هنا لشخص اللي بيعمل تبييض بواسطة الليزر تبييض أسنان بعد قدي بترجع إذا أسطو بحياته عادين هو أو بيشرب كافي بيشرب شا طبعا أهم شيء هي الاهتمام فلازم يتبع التعليمات بدقة إذا تبع التعليمات اضل معها لنتيجة لفترة طويلة أهمها أنه يتجنب الأقل أول 48 ساعة يتجنب يشرب الشاي والقهوة والمسببات التصبغات الأقل أول 48 ساعة وبعدها تقريبا لمدة أسبوعين يحاول يقلل من هالمشروبات وممكن يتمضمض أو يفرش الأسنان باشرة بعد شرب الشاي والقهوة أهم شيء التدخين يحاول يقلل من التدخين هذه كل حوامل تساعد أنه يقلل من الحفاظ على النتيجة اللي حصل على المريض طبيض الأسنان ما بيأزيه ما فيه له يعني سايد إفكت أو طبيض الأسنان إذا كان تحت إشراف طبي فهو آمن كثير من الناس يعتقدون أنه السبب حساسية حتى لو تحس السبب حساسية شيء طبيعي لأنه نحن قاعد نفتح مسام الأسنان عشان ندخل هذه المواد تدخل داخل السن وتفتحها وتغطيها البيض فهذه الفترة في بعض الأشخاص ممكن يعانوا بحساسية بالأسنان وهذه فترة تكون قصيرة جدا يعني ماكسيوم يومين بس أغلب المرضى يكون ممكن يوم وفي بعض المرضى ما يعانوا بأي شيء وفي عندنا تقنيات نحن نستخدمها في العيادة نخلي المريض يستخدم مثلا معجون أو جل خاص قبل التبييض لمدة أسبوع عشان ما يحس بحساسية أو ما يحس بأي ألم فترة علاج بتبييض أسنان عن طريق الليزر طب وكمين شو التقنيات الأخرى اللي ممكن إنسان يلجأ للي طبييض الأسنان غير الليزر في عندنا هذا الهوم وايتنينج هو طبييض المنزلي المريض نحن نعمل قوالب خاصة للمريض القوالب هذه تكون مناسبة لأسنانه فياخذها معاه ومعاه جل نعطيه للجل طبعا من عندنا في العيادة تكون الجل مدروس المناسب لاستخدام المنزلي يحط تقريبا شيء بسيط جدا على القوالب ويستخدمها تقريبا تختلف طبعا من ماركة الماركة ممكن غالبا لمدة أسبوعين يستخدم هذا الطبيض النتيجة اللي يحصل عليها تقعد معا فترة طويلة مع طبيض المنزلي لأنه هو آمن ويبي له وقت شوي على الأقل أسبوعين يستخدم عشان يحصل النتيجة الهوي بها فهذه المرحلة ممكن المريض يقرر يعني نحن نعطيه القوالب ونعطيه الجل فمثلا المريض يستخدم المدد أسبوع يقول أنا خلاص عجبني هالنتيجة ويقدر يضل على هالأسبوعين ما يحتاج أن يكمل الأسبوعين كامل إذا يحتاج بياض أكثر ممكن يكمل عليها بعد أسبوعين ممكن نحن نعمل مزج ما بين العيادة والهم والطبيض المنزلي في العيادة هي مدة ساعة كاملة يحصل على الطبيض ويحصل على النتيجة وبعدها يروح البيت نعطيه قوالب هالقوالب يستخدمها ممكن حتى ثالث أيام بس لأنه قرده أخذ النتيجة أول يوم فخلال هذا اللي تستخدمها بالتزام تظل مع النتيجة الفترة الطويلة ففيه يجونا مرضى مثلا يعيدوا التبيض المرضاني بعد خمس سنوات بعد ست سنوات واستل نتيجة أسنان بيضاء راضين عنها بتنصح بالطرق الطبيعية يعني الأشخاص بقولك الملح هذه مشاكلة كثيرة بصراحة لها قصص كثيرة بصراحة في الفوشيال ميديا كلهم أطبا كل ينصحون ما يدعون الأطبا لا أنا أصد الأشخاص يصيروا كلهم أطبا ويصيروا ينصحوا فعلا يعني كثير أشوف النصاح أنا أستغرب يعني على أي أساس ينصح طبيعي أصناع طريق ليمون يعني الليمون هذا أسد أسد يعني قاعد تعملي نحاول نقلل ومنع احتكاك كاربونات كما صادم فهذه كلها يعني الملح مادة خشنة فإحنا أصلا خاف من المعجون اللي هو المبيض لأنه فيها حبيبات خشنة تسبل احتكاك الأسنان فتخيلي ليمون مادة حامضة يعني المفروض إنه بعد المفروض ما يفرج الأسنان حتى بعد شرب العصير يستخدموك كطبيعي هاي تصحيح معلومة مهمة اليوم فعلا إحنا قاعدين نشيل طبقة المينة إحنا قاعدين نأذي الأسنان عن طريقة التآكل الحمضي وعن طريقة الاحتكاك فهذه مشاكلها بصراحة كبيرة تسبب تآكل مع الوقت بتأذي الأسنان بشكل كثير كبير ممكن إذا استخدمها ما يأخذ وقت طويل إذا استخدمها بشكل دوري يعني فيه مرضى يستخدمها على طول يعني لا أنا موسوطة بالنتيجة بيضت أسناني هو فعلا أوكي بتلاحظ فرق في الأسنان ولون الأسنان تغيرت بس بتكونها بتأذي المينة بس انتشلت طبقة المينة فالمينة جاي على طبقات فإحنا وإنشيلة الطبقة اللي هي مؤثرة من الشرب الشاي والقهوة مرات تكون الأسنان طب بس شاي تصبغات يصير يعطي بقع بنية أو القهوة أو تكون مثلا حتى بقع سودة انتشلها بالتنظيف فهم يشلوها بالليمون نعم يشلوها بهالمواد نحن وصلنا لختام حلقتنا دكتور شكرا كتير لألك لمعلوماتك لو وجودك معنا اليوم دكتور أحلان عبدالله أخصائية في صحة الفم والأسنان من عيادات دكتور مايكل شرفتين أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك الشكر الكبير لألكم مشاهدينا تصبحوا على ألف خير ملتقان الأسبوع المقبل موسيقى 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 موسيقى